أكدت الصين استعدادها لتيسير المصالحة بين الأطراف الفلسطينية ودعم كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة والوحدة عن طريق الحوار والتفاوض أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان أن بكين مستعدة لتوفير كافة الفرص لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحمس مشيرا إلى أن بلاده ستنشر معلومات في الوقت المناسب من جانبي أكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم أن لقاءات مع مسؤولين في الصين ستعقد في العشرين والحادي والعشرين من يوليو الجاري وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحمس قبيل انعقاد الاجتماعات الرسمية